أول سؤال عندنا النهاردة بيقول متى يكون قيام الليل ويصلى كام ركع اللي حاصل ان بيصلي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سأله اي الصلاة افضل بعد الصلاة المكتوبة يعني ايه افضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة قال صلاة في جوف الليل فالعلماء اخدوا من ده ان الصلاة في جوف الليل يعني في وسطه فامتى بيكون افضل وقت لقيام الليل بيكون امتى افضل وقت لقيام الليل بعد منتصف الليل افضل وقت عشان حضرت النبي قاله في جوف الليل يبقى بعد منتصف الليل ولكن من بعد العشاء بشوية بكل دوات ينفع ان هو يكون قيام الليل لكن امتى بيكون قيام الليل افضل في قيام الليل بيكون في جوف الليل بعد منتصف الليل كم ركعة لازم نقول اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيصلي 11 ركعة يصلي 11 ركعة 8 8 وبعدين وطر 3 ركعات يبقى اذا ده اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ينفع نصليها 20 ينفع نصليها 20 وركع وطر يبقى لازم قيام الليل اذا كان عن صليه ويكون اخر صلاتنا من الليل لازم يكون وطر لازم يعني يبقى تمام سنته انه هو يصلى وطرا يصلى ايه يصلى وطرا ينفع ان احنا نصليها 20 ركعة وركعة وطر وينفع نصليه 8 ركعات و3 ركعات وطر هو ده اللي صلىه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم